مصر تجدد تحذيراتها المعارضة بشكل صارم لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين هالمرة التحذير جاء من وزير خارجية سامح شكري الذي أكد رفض القاهرة التام للعملية العسكرية التي تلوح إسرائيل بتنفيذها في رفح بالتوازي مع ذلك استمر الترقب للنتائج التي ستفرزها زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكورغ إلى مصر لمناقشة ملف الرهائن وسط استمرار التصريحات الإسرائيلية التصعدية والتي طبعا تشير لقرب بدء عملية واسعة في رفح ضيفي من القاهرة المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حسن أبو طالب دكتور حسن أهلا بك معنا إلى غرفة الأخبار الليلة يعني كل المؤشرات بحسب ما نتابع تدل على أنه نتنياهو مستمر في هذه العملية المعلنة في رفح إلى أي مدى مصر مستعدة لهذا السيناريو الخطير دكتور؟ يعني مصر لديها موقف واضح منذ اللحظة الأولى التي جرت فيها الأحداث منذ 7 أكتوبر وهي ضد تهجير الفلسطين خارق قطاع غزة وهي أيضا ترفض إطلاقا كل العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل وبالتحديد العملية التي سوف تريد إسرائيل وحكومة الحرب القيام بها في منطقة رفح القريبة أو الملاصقة للحدود المصرية هذا الرفض هو رفض مبدئي ورفض لا يمكن التراجع عنه وهذا الموقف أكده الرئيس السيسي وأكده أيضا الوزير الخارجية وأكدته المؤسسات المصرية عدة مرات وبالتالي فنحن أمام موقف واضح في هذا الإطار مصر أيضا تتسلح بالقانون الدولي وبالالتزامات المتبادلة مع إسرائيل فيما يتعلق بمعاهدة السلام والبروتكولات التي تنظم الحدود المشتركة بين مصر وبين قطاع غزة وبالتالي فهذا موقف مبدئي المهم هنا في هذا الإطار هو أن مصر في نفس الوقت أيضا تتعامل مع إسرائيل وتتعامل مع الولايات المتحدة وأيضا مع قطر باعتباره وسيط لإنجاز ما يمكن إنجازه فيما يتعلق بهدنة سستمر ستة أسابيع أو أكثر ولكنها أيضا تراعي الجوانب الإنسانية لا سيما ونحن نقترب من شهر رمضان الكريم وهو كما هو معلوم لديه تقوس خاصة لدى كل المسلمين في كل أرجاء الدنيا وبالتالي فهذا الأمر هنا هو فيه أكثر من مستوى للحركة المصرية فيه موقف مبدئي من جانب وفيه أيضا جهد يبزل فيما يتعلق بمساعدة الفلسطينيين على سبيل إدخال المزيد من شاحنات الغاسة وشاحنات المساعدات الطبية سواء من مصر أو من الدول العربية الشقيقة أو من أي دولة أخرى إضافة إلى القيام بجهد مكسف للتعامل مع كل الأطراف إسرائيل من جانب وحمس من جانب والسلطة الوطنية من جانب وأمريكا من جانب وقطع من جانب آخر لإنجاز الهدنة نحن الآن نتحدث عن عملية ذات أبعاد مختلفة سياسية وقانونية وعملية هذا هو الموقف المصري على هي جهود كبيرة وكثيرة دكتور حسن أبو طالب لكن السؤال كيف ينظر الجانب الإسرائيلي لهذه الجهود المصرية ونحن نعرف أنه فيه اتفاقية بين الجانبين والاتفاقية اليوم أيضا بخطر اليوم استمعت إلى مقال وزير المالية الإسرائيلي بيس ليل سموتريتش دعونا نسمع شو قال وبدأ أرجع أسألك عن الموضوع اشتركوا في القناة قرأنا هذا الموقف لسموتريتش دكتور حسن أبو طالب يطالب فيه بإلغاء اتفاقية أوسلو حل السلطة الفلسطينية في حال اعتراف بلدان العالم بالدولة الفلسطينية ويدعو إلى تشجيع ما وصفه بالهجرة الطوعية لسكان غزة خليني أسألك دكتور أمام هذه الأفكار اليمينية المتطرفة جدا أي أهمية اليوم لكل هذا الحراك ولكل هذه الجهود إذا كان بنهاية الأمر نتنياهو يخضع لهؤلاء طبعا هذه هي مشكلة ليست مشكلة خاصة بالجانب الإسرائيلي وإنما أيضا هي مشكلة خاصة بالمنطقة ككل وبأيضا الولايات المتحدة التي تبدو غير قادرة على أن تقنع أحد أكبر حلفائها الذي يعني تعطيه الماء والدواء والغزاء والكساء وفي كل شيء والدعم الاقتصادي والدعم التسليح والدعم السياسي وتقف معه وقفة شديدة للغاية ومع ذلك لا تستطيع الولايات المتحدة ولا يستطيع الرئيس بايدن أن يمكن أن يضع نتنياهو على المصار الذي يتناسب أيضا مع المصالح الأمريكية التي يعلن عنها بين الحين والآخر المشكلة في إسرائيل الآن هي ليست سموتريتش كفارد وإنما هناك اتجاه في داخل المجتمع الإسرائيلي ككل ناحية اليمين الأفكار اليمينية الآن هي الأفكار السعيدة في المجتمع الإسرائيل وليس فقط هذا الرجل أو زميله بينجفير وأيضا باقي أعضاء مجموعة الحرب التي تدير هذه الحرب وتتصور أنها من خلال هذه الحرب هي سوف تبقى وسوف تحقق الانتصار والأمن الدائم إلى إسرائيل وهي لا تدرك إطلاقا من وجهة نظر استراتيجية أن ما يفعلونها هو كارثة على إسرائيل وعلى وجود إسرائيل وليس الدولة الفلسطينية التي يسعى المجتمع الدولي بدرجات مختلفة لإقاماتها سواء من خلال الاعتراف الفردي أو الاعتراف المنفرد من خلال الأمم المتحدة أو من خلال حركة دولية تؤمن بهذا الأمر بالتأكيد نحن الآن في مواجهة ما يمكن أن نسميه مجتمع مريض نفسيا وأيضا يضع فكرة الانتقام وفكرة الاستطان وفكرة التهجير باعتبارها أولوية بأن هذه هي الفرصة المناسبة لتحقيق أهدفهم الاستراتيجية وتحقيق إسرائيل الكبرى والاستطان في كل الأراضي الفلسطينية وما يمكن أن يضعون عليه أيديهم من أراضي حتى أراضي غير فلسطينية وبالتالي فنحن أمام معضلة المجتمع الإسرائيلي نفسه المتجه إلى اليمين أو الذي انخرط في اليمين وأصبح الآن أسيرا لهذه الأفكار المتطرفة وبالتالي هذا لا يعني إطلاقا أننا نتقاعص إطلاقا عن ممارسة الجهود والقيام بكل الجهود الممكنة سواء السياسية والدعائية والقانونية التي توقف هذه الأفكار عند حدها وأيضا تقنع هذه الأفكار حتى نكون أنا معك في هذا الطرح لا يمكن الوقف لربما وقف هذه الجهود التي تبذل على كافة الأصعدة لكن اليوم تبعنا الأشهر الأولى أو الأيام الأولى خلينا نسميها بهذه الطريقة من هذه الحرب وتبعنا أيضا الجهود وعلى رأسها الأمريكية اليوم في زيارة مهمة لبريت ماكوغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى مصر طب شو اللي باستطاعت هذا الرجل تقديمه يعني تبعنا الزيارات الأمريكية السابقة وحتى الساعة لم يرشح عنها شيء يعني دعيني أقول أنه ما أفهم من هذه الزيارات أمران الأول يتعلق بمسألة أن الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة لكل الأطراف أنها مذالت معنية بتحقيق هدنة ومذالت معنية أيضا بأن يكون هناك نوع من أنواع يعني المصارئ الدبلوماسي الذي يحقق بعض أهداف الأطراف المختلفة وأيضا يمنع التصعيد التي نراها الآن ليس فقط على الجبهة فيما يتعلق بجبهة الشمالية لإسرائيل مع لبنان وإنما أيضا فيما يتعلق بممارسات الحسية التي أصبحت أكثر خطورة مما كان عليه من قبل رغم الدربات الأمريكية والبريطانية التي حدثت في الأسبوع القليلة الماضية الدور الأمريكي في هذا الإطار فيه جزء يتعلق بالموقف الأمريكي وموقف رئيس بايدن فيما يتعلق بحملاته الانتخابية هو يريد أن يقول لكل الذين ينتقدونه في الداخل أنه مذال يسعى لتحقيق شيء ما يحقق ما يسمى الهدف الإسرائيلي الأول بالإفراج عن الرهان وفي نفس الوقت مرات بعض الجوانب الإنسانية للشعب الفلسطيني ومرات أيضا بعض المصالح الأمريكية العليا مع بعض الدول الأساسية في المنطقة هذه النوطة الأولى النوطة الثانية أننا الآن نرى أننا في حالة الوضع ملتبس للغاية الإسرائيليون كما نرى يريدون توسيع نطاق الحرب ليس فقط في غازة وإنما أيضا في المحيط الإقليمي لأن هذا هو الذي يساعد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على البقاء وعلى تحقيق من وجهة نظارها أهدفها القريبة المدى والبعيدة المدى في نفس الوقت لكن هذا لا يعني إطلاقا أننا نقف عند هذه الزيارات باعتبارها سوف تؤتي بما لم يأتي به الظوار الآخرون سواء كان بلينكين أو حتى رئيس المخابرات الأمريكية الذي جاء عدة مرات بعضها معلن وبعضها غير معلن وتناقش مع المسؤولين المصريين والأردنيين والقطريين والإسرائيليين لكن لم يأتي حتى هذه اللحظة ما يمكن أن نسميه بأن هناك موقف متكامل في هذا الإطار وأن كنت أرى أن هناك بعض النقاط التي يتم البحث فيها حتى يتم تسهيل فكرة أن يكون هناك إعلان هدنة في خلال أسبوعين أو ثلاثة أو بتحديدا قبل شهر رمضان المقبل وبالتالي في هذه الزيارات فيها أكثر من هدف سواء من الهدف الأمريكي أو أيضا فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن نلعبه نحن العرب وفي مقدمة ذلك مص وقطر وأيضا بعض الدول العربية الدعمة هي صفقة الرهائن حقيقة الدكتور حسن أبو طالب التي تضعها الولايات المتحدة يعني في أولوياتها في هذه المرحلة ويمكن هذه الزيارات هذا ما ستتمحور حوله شكرا جزيلا على هذه القراءة من الدكتور حسن أبو طالب المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حدثنا من القاهرة